موسيقى الرئيس السيسي يؤكد وجود فرص لتوطين صناعة القطارات في مصر في ضوء استراتيجية الدولة لمد خطوط سكك حديدية بطول يتجاوز 2000 كم رئيس الوزراء يعقد اكتماعاً لاستعراض مساواة النهائية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 تعزيزات عسكرية امريكية تصلوا الى بولندا لتعزيز الجبهة الشرقية لحلف النيتو وروسيا تمدد تدريباتها مع بلا روسيا التاسعة مساء بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش نشرة اخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلاً بكم اكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اهمية تدعيم التواصل البرلماني بين الدول العربية خلال المرحلة الحالية في ضوء ما يساهم به ذلك في تبادل الخبرات وتعزيز وحدة الصف والتكاتف العربية جاء ذلك خلال استقبال السيادات لوفد من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية ورؤساء الوفود المشاركين في مؤتمر الرابع للبرلمان العربي كما أكد الرئيس السيسي خلال استقباله رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الأصعدة وفي اجتماع آخر مع رئيس شركة تاليو الإسبانية لصناعة القطارات أكد الرئيس السيسي وجود فرصة لإقامة شراكة تصنعية مع الشركة الأسبانية والتي تهدف إلى توطين صناعة القطارات في مصر استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية ورؤساء الوفود المشاركين في المؤتمر الرابع للبرلمان العربي وذلك بحضور السيد عدل العصومي رئيس البرلمان العربي والدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية من السيد الرئيس رحب برؤساء البرلمانات العربية مؤكدا سيادته أهمية تدعيم التواصل البرلماني بين الدول العربية خلال المرحلة الحالية في ضوء ما يساهم به ذلك في تبادل الخبرات وتعزيز وحدة الصف والتكاتف العربي كما أكد السيد الرئيس أن نعقاد هذه الدورة من مؤتمر البرلمان العربي تحت عنوان دور البرلمانيين في تحقيق الأمن والاستقرار في العالم العربي إنما يجسد المسئولية القومية الكبيرة التي تقع على عاتق البرلمانيين العرب في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ الأمة العربية لا سيما وأن الدبلوماسية البرلمانية باتت أحد الأزرع المهمة لأي تحرك آربي فعال على الصعيدين الإقليمي والدولي وأصبحت ركنا مكملا للدبلوماسية الرسمية في خدمة مصالح الشعوب العربية والدفاع عن قضاياهم العادلة وقد أكد السيد رئيس مجلس النواب أن رعاية السيد الرئيس للمؤتمر تعد شرفا كبيرا خاصة في ضوء الدور الهام الذي تقوم به البرلمانات العربية بالصفاتها تجسد إرادة الشعوب فضلا عن إسهامها من خلال البحث والتشريع في تناول القضايا التي تشغل الدول العربية لا سيما في مجال تعزيز التعاون من أجل مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب وبذل مزيد من الجهود في هذا الإطار على صعيد الجوانب الفكرية والثقافية والاجتماعية من جانبه أعرب السيد رئيس البرلمان العربي عن تشرفهم بلقاء السيد الرئيس مشيرا إلى حرس مؤتمر البرلمان العربي على المساهمة في تعزيز العمل العربي المشترك وبلورة رؤية برلمانية موحدة لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجه الأمة العربية ومسمنا جهود مصر بقيادة السيد الرئيس ومواقفها المشرفة والمشهودة لها في تعزيز العمل العربي المشترك ودفاعي عن الأمن القومي العربي كركيزة أساسية لاستقرار الأمة فضلا عن الدعم غير المحدود الذي تقدمه مصر بكافة مؤسستها وأجهزتها لاحتضانها البرلمان العربي في القاهرة وتيسير عمله أضف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد حوارا مفتوحا مع السيد الرئيس حيث أهرب الحضور عن تقديرهم لمواقف مصر على المستوى العربي باعتبارها قلب الأمة النابد واعتزازهم بمساهمتها الرائدة في توطيد علاقات الأخوة والتعاون مع دول العربية والحفاظ على أمنها القومي وذلك تحت القيادة الحكيمة للسيد الرئيس لصوني مصالح دول العربية تلك القيادة التي قهرت تحديات التنمية لتجسد أقوى مظاهر الإنجازات في مصر كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي وذلك بحضور الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بنى السيد الرئيس رحب برئيس مجلس الأمة الكويتي وطلب نقل التحيات إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت مشيداً سيادته بمتانة وقوة العلاقات المصرية الكويتية وما تتميز به من خصوصية ومؤكداً حرص مصر على تطوير التعاون الوسيق والمتميز بين البلدين على شط الأصعيدة بما فيها تعزيز العلاقات البرلمانية المتبادلة بما يساهم في الارتقاء بالتعاون القائم بين الدولتين على المستويين الرسمي والشعبي أضاف المتحدث الرسمي أن سيد مرزوق الغانم نقل إلى سيد الرئيس تحيات صاحب السمو الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت مؤكداً اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وصيقة وحرص الكويت على تعزيز التشاور والتنصيق مع مصر إزاء مختلف القضايا خاصة في ضوء الدور المصري المحوري بالمنطقة باعتبارها ركزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي وحرصها على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدماً بالعمل العربي المشترك اللقاء شهد التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية فضلاً عن التشاور إزاء المستجداتي على الساحة الإقليمية كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد كارلوس أوريال رئيس شركة تالجو الإسبانية لصناعة القطارات وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل والسيد محمد لبيب المدير الإقليمي للشركة الاجتماع تناول استراد أوجه التعاون الحالية مع شركة تالجو الإسبانية العريقة في مجال القطارات خاصة تصنيع عربات قطار النوم الفخرة فضلاً عن التباحث حول الآفاق المتاحة للمشروعات المستقبلية التي يمكن التعاون بشأنها مع الشركة الإسبانية من خلال دراسة إنشاء مصنع متكامل لها في مصر لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وقد أكد السيد الرئيس على التوجه الثابت لمصر بزيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا وكذا تطوير التعاون البناء مع القطاع الخاص في ظل أهميته كقاطرة للنمو من خلال زيادة الاستثمارات ونقل المعرفة والخبرات بما يخدم عملية التنمية الشاملة في مصر وما يصاحبها من التطوير في كافة أوجه البنية الأساسية خاصة في قطاع النقل العام معربا سيادته عن وجود فرصة لإقامة شركة تصنيعية مع شركة تالجو الإسبانية لتوطين صناعة القطارات في مصر والاستفادة من مبادئ الإدارة المتقدمة التي تتبعها الشركة وذلك في ضوء استراتيجية الدولة لمد المزيد من خطوط السكك الحديدية بطول يتجاوز ألفي كيلو متر إضافية خلال السنوات القادمة وقد عرض الفريق جامل الوزير أبرز محاور التعاون مع شركة تالجو في إطار استراتيجية تطوير منظومة الوحدات المتحركة لعربات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية مؤكداً أن الشركة الإسبانية تعد إحدى أكبر الشركات المصنعة للقطارات العادية والقطارات فائقة الصرعة على مستوى العالم من جانبه آرب رئيس شركة تالجو عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس مؤكداً اهتمام الشركة بالتوسع في مشروعتها القائمة مع مصر خاصة في ظل الفرص لاستثمارية الضخمة والوعيدة التي يوفرها قطع النقل العام في مصر والتي تعد بمثابة بوابة لزيادة استثماراتها في المنطقتين العربية والإفريقية ومشيداً بالتقدم المحرز على صعيد جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر والذي انعكس على تحسين بيئة الاستثمار فضلاً عن المشروعات القومية الكبرى الجارية وكفاءة وسرعة تنفيذها والتي أسهمت في أن تكون مصر نموذجاً يحتذا به على صعيد التعاون مع الشركات العالمية في العديد من المجالات شدد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على عمق العلاقة بين مصر وكازاخستان لفتاً إلى استعداد كازاخستان لتوريد القمح إلى مصر وخلال استقباله الوفدن بارلماني كازاخي برئاسة رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي مولين أشبايف أعلن رئيس مجلس الشيوخ عن التطلع لكل ما يدعم توطيد أواصل العلاقات المصرية الكازاخية على مختلف المستويات لفتاً إلى أن كل خطوة من خطوات التقارب بين البلدين الصديقين تعبر وبصدق عن نظرة القيادة السياسية فيهما لتطوير هذه العلاقة والوصول بها لأفضل الدرجات من جانبه أعرب رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي عن تطلعه بأن تأتي هذه الزيارة بثمارها وأن تحقق تطويراً العلاقات بين الدولتين الصديقتين مشيراً إلى عودة السياحة الكازاخية إلى مصر بدءاً من شهر مارس المقبل كما أعرب أيضاً عن تطلع بلاده الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في مواجهة الإرهاب عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً لاستعراض المساودة النهائية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 وذلك في إطار الاستعداد لاستضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ قب 27 في نوفمبر القادم وقد وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من النسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 تمهيداً لإطلاقها وكذلك تحديد المشروعات والمبادرات وسياغة الرسائل السياسية والفنية ذات الصلة بالمؤتمر كما لفت مدبولي إلى أنه يتابع وبشكل مباشر ومستمر الاستعدادات الجارية لتأهيل وتطوير مدينة شرم الشيخ كمدينة صديقة للبيئة استعداداً لاستضافة هذا المؤتمر المهم استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي نظيره الأردني بشر الخصونة وقد وصل رئيس الوزراء الأردني إلى قاهرة في زيارة رسمية على رأس وفد الرفيع للمشاركة في اجتماعات الدورة الثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة ومن المقرر أن يترأس مدبولي والخصونة غداً اجتماعات الدورة الثلاثين للجنة العليا المشتركة والتي سوف تختتم بالتوقيع على عدد من البرامج والبروتوكولات لتعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والحجر الزراعي والمناطق اللوجستية والشباب تنفيذاً لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أقلعت أربع طائرات نقلة عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولي بالسودان محملة بأطنان من الشحنات الطبية هذا وقد أعرب مسؤول الجانب السوداني عن تقديرهم للجهود المبذولة من مصر مقدمين الشكر والتقدير لقاعدة السياسية المصرية وذلك على ما تبدله من جهود متواصلة للتغلب على كافة الشداد التي يواجهها الشعب السوداني الشقيق تنفيذاً لتوجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وفي إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية مع الشعب السوداني الشقيق في مختلف الأزمات أقلعت أربع طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولي بجمهورية السودان محملةً بأطنانٍ من الشحنات الطبية مقدمةً كإهداءٍ من وزارة الصحة والسكان المصرية موسيقى 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 اشتركوا في القناة من جانبهم اعرب مسؤول الجانب السوداني عن تقديرهم للجهود المفذولة من جمهورية مصر العربية مقدمين الشكر والتقدير للقيادة السياسية المصرية على ما تبذله من جهود متواصلة للتغلب على كافة الشدائد التي يواجهها الشعب السوداني الشقيق يأتي ذلك انطلاقا من الروابط التاريخية والقومية التي تجمع مصر والسودان الشقيق وتأكيدا على عمق روابط الأخوة والصداقة التي تجمع الشعبين الشقيقين اختتمت فعليات التدريب البحري IMXCE22 الدولي والذي نفذته عناصر من القوات البحرية المصرية وقيادة القوات المشتركة الغربية بنتاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر وذلك باشتراك عدد من القطع البحرية المصرية والأمريكية اختتمت فعليات التدريب البحري الدولي IMXCE22 والذي نفذته عناصر من القوات البحرية المصرية وقيادة القوات المشتركة الغربية بنتاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر وذلك باشتراك عدد من القطع البحرية المصرية والأمريكية وتضمنت فعليات التدريب عددا من الأنشطة التدريبية المكثفة في مجال الأمن البحري وحماية خطوط المواصلة البحرية ومواجهة أعمال التهريب ومكافحة الألغام البحرية كما تم عقد عدد من جلسات التشاور مع مركز القيادة المشتركة للتدريب بمملكة البحرين عبر الفيديو كونفرنس بغرض تبادل الخبرات التدريبية وتوحيد المفاهيم العملياتية كما نفذت العناصر المشتركة بالتدريب أعمال التعامل مع المركبة المصيرة آليا التي تعمل تحت سطح البحر وذلك للتدريب على أحدث الأسليب العالمية في مجال مكافحة الألغام البحرية ونفذت القوات الخاصة البحرية للدول المشاركة بالتدريب أعمال مكافحة الأبوات المرتجلة والشراك الخداعية وإزالة الألغام كما تم تنفيذ أعمال تأمين المسطحات المائية بالموانئ وتأمين خروج السفن من الممرات الملاحية يأتي التدريب IMXCE22 في إطار تطوير قدرات القوات البحرية في مجال التخطيط والقيادة والسيطرة والاتصالات وتنفيذ العمليات المشتركة لمجابهة التهديدات غير النمطية وتأمين مصرح العمليات بالبحر الأحمر شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامى عسكر المرحلة الختامية لمشروع مراكز القادة الاستراتيجية التعبوية المشترك ذو مستويين سيناء ستة وقد شملت المرحلة الختامية عرض القادة للتقارير والقرارات المتخذة على كافة المستويات والدراسة الاستراتيجية الخاصة بالمرحلة وقد ظهر خلال المشروع مدى ما وصلت إليه هيئات القيادة من تطور فكري واستراتيجي عكس القدرة لتحقق الاستفادة القصوى من كافة الإمكانات المتاحة بما يكفل تنفيذ كافة المهام المخططة والتعامل مع المواقف الطارئة فضلا على التناغم بين مختلف الأسلحة والتخصصات باحترافية توضح مدى القدرة على التخطيط الاستراتيجي الذي يهدف لتحقق أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة أشكال الخروج عن القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية وكذلك مواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد فقد أصفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية التالية جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أصفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط خمسمائة وزمانية عشر عنصرا إجراميا ومصر سبعة من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بنطاق إحدى وعشرين مدرية أمنة وسابق اتهمهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل وضبط معهم 271 قطع السلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات ضميات وبرسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية تم ضبط 51 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 1233 قطعة سلاح ناري أبرزها 143 بندقية و111 بندقية آلية و64 مسدسا وتسعمائة وخمسة وعشرون فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة العيرة و110 خزينة إضافة لـ 1412 قطعة سلاح أبيض وترسيخا لمبدأ سيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ خمسمائة وسبعة وثمانين ألفا وخمسمائة وثلاثة وتسعين حكما قضائيا بإجمالي سبعة وثلاثين ألفا وسبعمائة وواحد واربعين محكوما عليهم من بينهم ألفان وأربعمائة وسبعة وعشرون حكم جنايا ومائتان وتسع ألف وأربعة وثمنون حكم حبس ومائتان وسلاسة وتسعون ألفا وخمسمائة وتسعون حكم غرامة واثنان وثمنون ألفا وأربعمائة واثنان وتسعون حكم مخالفة وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط أحد عشر تشكيلا عصابيا ضموا ثمانية وثلاثين متهما قاموا بارتكاب سنين وعشرين حادث سرقا متنوع وتم كشف غموض واحد وخمسين حادث ما بين قتل عمد وسرقا بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفا وضبط مرتكبها بإجمالي واحد وستين متهما وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط ألف وستمائة وخمس وسبعين قضية إدغار في المواد المخدرة ضبطا خلالها ألف وثمانماء وأربعون متهما وبحوزتهم أكثر من ثلاثمائة واربعة عشر ونصب كيلو جرام من مخدر الحشيش وقرابة ثلاثمائة واثنين وخمسين كيلو جرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت حوالي ثلاثة واربعين كيلو جرام إضافة إلى أكثر من خمسة عشر ونصب كيلو جرام من مخدر الاستروكس وعدد خمسة وعشرين ألفا ومائتين وأربعة قرص مؤثر واثنين وسلاثين ألفا وتسعمائة وتسعة وثمانين قرص ترامدول مخدر وأحد عشر ألف قرص كيبتا جون هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي سمانية وعشرين مليون جنيها كما تم ضبط خمسة ملاكس غير مرخصة لعلاج الإدمان وضبط قضيتين غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها قرابة خمسة عشر مليون جنيها متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة أكدت مصر أن البدء بشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة يعد إمعانا من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتدى اتفاق إعلان المبادئ لسنة 2015 والموقع من قبل رئيس الوزراء الإثيوبية وقد قال بيان لوزارة الخارجية إنه تعقيبا على الإعلان الإثيوبي اليوم 20 فبراير الجاري عن البدء بشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة وذلك بعد سابق أشروع أحاديا في المرحلتين الأولى والثانية من مال السد تؤكد مصر على أن هذه الخطوة تعد إمعانا من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتدى اتفاق إعلان المبادئ لسنة 2015 والموقع من قبل رئيس الوزراء الإثيوبية أهدت مصر والسلطة الفلسطينية 500 ألف جرع من لقاح كورونا فيكسيرا ساينوفاك المنتج محليا بمصر كإهداء مصري صيني مشترك يأتي ذلك كتنفيذ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي إطار التضامن أيضا والتكاتف بين مصر وأشقائها في التصادي لجائحة كورونا وتعد الشحنة المشتركة من مصر والصين أول دفعة تصدرها مصر من الانتاج المحلي للقاح كورونا فيكسيرا ساينوفاك والمقدمة دعم لشعب الفلسطيني الشقيق بقطاع غزة الـ 500 ألف جرع دول هنتقلوا الآن ويصلوا إلى إن شاء الله المعبر في خلال الساعات القليلة القادمة حتى يكونوا تحت استخدام وزارة الصحة في قطاع غزة في خلال الساعات القليلة القادمة وده نموذج مستمر في التعاون من خلال دعوة سادة الرئيس لإعمار غزة بعد العدوان وليس الإعمار فقط إنشائيا وإعادة إصلاح الهدم الذي تم من خلال العدوان ولكن أيضا دعم للمواطن الفلسطيني تحت الحصار في قطاع غزة ومن هنا كانت توجهات سادة الرئيس أن يكون دعم متمثل في إمداد قطاع غزة بكل ما يحتاجه من إمكانيات سواء أدوية أو سواء لقاحات تشرفت اليوم كثيرا بحضور هذا الحدث الكبير والمهم حول بدأ عمليات تحرك شاحنات المحملة باليهداع السين المصري المشترك لنصف مليون قراء من لقاح المداد الكوفنانتين إلى قدار غزة حقيقة هذا البرنامج هو من أجل تنفيذ التوافق المهم الذي تواصل إليه مع الوزراء الخارجية الصين المصري ونعتقد أن هذا الحدث وهذا البرنامج يعكس المستوى عالي لشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدان الصديقات كمنظمة نثمن الدور التعاضدي الذي يحصل وكمدير العام لمنظمة الصحة العالمية والمدير الإقليمي نود أن نهنأ جمهورية مصر العربية والجمهورية الصينية بهذه الشراكة وفي نفس الوقت نهنأ جمهورية مصر العربية كونها تختار بجانب تونس من ست دول في أفريقيا أن يكونوا مركز لإنتاج اللقاحات الأماران أي بعلم وتكنولوجيا ونقل المعرفة أعلنت الرئاسة الفرنسية أن رئيس إمانويل ماكرون سيجري محادثات خلال الساعات المقبلة مع المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الأزمة الأوكرانية وقد قال قصر إليزي أن الرئيس الفرنسي قد يجري محادثات أيضا مع رئيسي الوزراء البريطاني بوريس جامسون والإيطالي ماريو دراجي وكذلك مع شرقاء مقربين آخرين قال الكريملين أن الرئيسين الروسي بلاديمير بوتن وفرنسي ماكرون اتفقا على ضرورة تكثيف الجهود للبحث عن حلول ديبلوماسية للأزمة الأوكرانية جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين بوتن وماكرون وأشار الكريملين إلى أن الرئيس الروسي أكد لناظريه الفرنسي أن استفزازات قوات الأمن الأوكرانية هي السبب في التصعيد في إقليم دونباس هذا وقد أكد بوتن لماكرون على ضرورة أن يقدم حلف شمال الأطلنطي والولايات المتحدة ردا واضحا على مطالب روسيا الأمنية مشيرا إلى أن مد النيتو لكييف بالسلاح يشجعها على حل مشكلة دونباس بقوة أعلن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين أن الرئيس الأمريكي جو بايدن مستعد للقاء نظيره الروسي بلاديمير بوتن في أي وقت وبأي صيغة إذا كان ذلك سيسمح بتجنب حرب في أوكرانيا وقد جدد بلينكين التأكيد على أن المصاري الدبلوماسي لا يزال ممكنا إلى حين تحرق الدبابات الروسية فعليا وتحليق الطائرات بحسب قوله قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن سؤالا كبيرا مازال مطروحا حول ما إذا كانت روسيا تريد حوارا مع الغرب أم لا وأضف ميشيل أن تقديم أغصان الزيتون لن يستمر إلى الأبد بينما تجي روسيا تجارب صاروخية وتواصل أيضا حشد قوات كما أكد ميشيل على أن الغرب سوف يرد بعقوبات ضخمة في حال حدوث أي اعتداءات عسكرية أخرى وجاءت تصريحات ميشيل بعد انفجار مئات القدائف المدفعية على خط التماس بين جنود الجيش الأوكراني والانفصالين الذين تدعمهم روسيا قالت وزارة الدفاع البولندية أن القوات الأمريكية المتواجدة على الأراضي البولندية بدأت منورات بالقرب من الحدود مع أوكرانيا يأتي ذلك في وقت تواصل فيه القوات المتحدة الولايات المتحدة الأمريكية تعزيز الجبهة الشرقية لحلف شمال الأطلسية من خلال إرسال المزيد من الجنود والعتاد حيث أظهرت مقاطع مصورة عمليات إنزال شحنات عسكرية أمريكية في أحد المطارات الحربية في بولندا وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أصدر أمرا بنشر قرابة 3000 جندي أمريكي إضافي في كل من بولندا ورومانيا وألمانيا وذلك على خلفية التوتر المتصاعد بين روسيا وأوكرانيا قال وزير الدفاع الأوكرانية إن روسيا لم تتخذ مواقع هجومية على الحدود مع بلاده مشيرا إلى أن الغزو لن يحدث خلال اليومين القادمين وفي داية سياق الأزمة قال وزير الدفاع البلا الروسي إن المناورات المشتركة بين بلاده والقوات الروسية سوف تتواصل بسبب التوترات المتصاعدة في أوكرانيا هذا وقد تسببت التدريبات التي كان مقرر لها أن تتهي اليوم في نقل مجموعة كبيرة من القوات الروسية إلى بلا روسيا المتاخمة لأوكرانيا في وقت يثير فيه تواجد قوات روسيا مخاوفة من إمكانية استخدامها لاجتياح العاصمة الأوكرانية كييف من جانبه دعا الرئيس الأوكراني بلودمير زيلينيسكي لوقف فوري لإطلاق النار في شرق البلاد حيث تتزايد الاشتباكات بين انفصاليين مدعومين من روسيا والقوات الأوكرانية في الأيام الأخيرة وقال زيلينيسكي إن أوكرانيا تؤيد إجراء محادثات سلام في إطار مجموعة الاتصال الثلاثية التي تضم كييف إلى جانب موسكو ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا تعقد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا اجتماعا طريقا لممثليها الدائمين الاثنين في محاولة لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية وفقا لما أعلنته الرئاسة البولندية للمنظمة وقال نائب وزير الخارجية البولندي بابيل جابلونسكي قال إن الاجتماع سوف يعقد بناء على طلب من أوكرانيا وذلك على وقع تصاعد التوتر مع روسيا التساعة مستمرة مع حضراتكم ونتابع فيها جونسون ينفي وجود أي تحور في نهج حكومته بشأن رفع قيود كورونا نفى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وجود أي تهور في نهج حكومته التي تتهيأ لرفع القيود القانونية المفروضة لاحتواء جائحة كورونا في البلاد وأوضح جونسون أن الحصيلة اليومية لإصابات والحالات التي تتطلب دخول المستشفى من جراء موجة المتحور أومايكرون أصبحت على ما يبدو تحت السيطرة ولفت إلى أن الوقت قد حان للركون إلى المسئولية الشخصية بدلا من النصوص القانونية كما لفت أيضا جونسون إلى ضرورة استعادة الجميع لثقتهم بأنفسهم اعتقلت قوات الشرطة الكندية منذ الجمعة الماضية 291 شخصا من المتظاهرين بالعاصمة الفيدرالية أوتاوى أو ما يسمى بحصار قافلة الحرية والذي أصاب المدينة بالشلل ويتركز المتظاهرون بالقرب من مبنى البرلمان احتجاجا على أوامر فرض إجراءات الصحة العامة الخاصة بالجائحة وكانت السلطات الكندية قد تمكنت من إعادة فتح البرلمان في وقت متأخر من مساء الجمعة الماضية بعد طرد سائق الشاحنات وسائر المتظاهرين الذين يغلقون وسط العاصمة الفيدرالية أوتاوى منذ 23 يوما احتل المتظاهرون المناهضون للتطعيم الشوارع خارج البرلمان في ويلنغتون بنيوزيلاندا وقد طالب المتظاهرون بإنهاء التطعيم الإجباري ضد كورونا وقد شاركت في التظاهرات قوافل من الشاحنات والسيرات وذلك في محاكاة لاحتجاجات الشاحنات في كندا وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 92 كما وافق المجلس على اتفاقيتين دوليتين بشأن منحة التعاون المصري السويدي لتحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء ومن حتى هيئة سكك حديد مصر بين وزارة التعاون الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية جلسة جديدة لمجلس النواب استأنف خلالها مناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات مناقشة عامة الجلسة بدأت بإحالة ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة وتسعة مشروعات قوانين مقدمة من عدد من أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وأعداد تقرير بشأنها كما تمت إحالة طلبات بتحديد موعد لمناقشة عدد من القضايا إلى اللجان المختصة بشأن سياسة الحكومة للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية والتدريب المهني وتطوير قطاع التعدين إضافة إلى خطة مجابهة مخاطر التغيرات المناخية الجلسة ناقشت أيضا مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال حيث عرض عدد من النواب مكترحاتهم وآرأهم بشأن مشروع القانون كل الشكر للحكومة على تقدمها مثل هذا المشروع اللي هو في الأساس بيوحي أن فيه تطوير لمناخ الاستثمار وحماية المستثمرين الأقلية كل الشكر لرئيس اللجنة وعضاء اللجنة على ضبط وأعادة ضبط المواد وأيضا الملاحظة الذاكية بعدم إضافة مادة جديدة للقانون والاستفادة بالمادة 100 قانون 159 بنشكر اللجنة على التقرير وبنؤكد على ما انتهت إليه اللجنة من حسب المادة 10 و10 مقرر وإنه ممكن التحديث ده يبقى في المادة 100 في قانون 159 ومن هذا المنطلق بالنيابة عن نفسي وبالعصال عن نفسي وبالنيابة عن هذه البرامنية لحزب حماية الوطن بنوافق على القانون من حيث المبدأة المجلس وافق على مشروع القانون في مجموعه مع تأجيل أخذ الرأي النهائي إلى جلسة قادمة كما تم الموافق على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي لتحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي المجلس وافق أيضا على تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر برنامج تجديد القاطرات والمساعدة في تنفيذ المشتريات بعد مناقشة تقرير اللجنة المشاركة لقرار الرئيس الجمهورية بشأن تعديل اتفاقية المنحة بين وزارة التعاون الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وافق من حيث المبدأ على اتفاقية زيادة المنحة المقدمة من البنك الأوروبي للإعمار والتنمية لموجهة هذه المنحة للهيئة القومية للسكك حديد مصر من أجل إحلال وتجديد مية قاطرة أو مية جرار هذا المية جرار سوف تنضم إلى منظومة النقل السكك الحديث الذي نادى ووجه به القيادة السياسية وهكذا يواصل مجلس النواب دوره التشريعي في مناقشة مشروعات القوانين للقضايا والملفات الهمة والحيوية التي تهم المواطن وتحقق آماله وتطلعاته في غد أفضل وفي لقاء خاص للتلفزيون المصري أكد عدد من النواب أن قانون سوق العمل يهدف لإصلاح المناخ الاستثمارية في مصر كما أكد النواب أن اتفاق منحة التعاون المصري السويدية تساعد مصر على تعزيز مكانتها إقليميا كمولد للطاقة بالفعل اليوم تمت موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون سوق رأس المال القانون في منتهى الأهمية القانون يؤدي أو يهدف إلى إصلاح المناخ الاستثماري في مصر في قلب من هذه التعديلات كانت إصدار سندات التوريق والسماح للجهات العامة والخاصة كجهات اعتبرية بإصدارها يجوز لهيئة أسواق المال القيام بعمل محفظة التوريق وهذه المحفظة بإعطاء تمويلات بناء عليها أو إعطاء دفعات بناء عليها بناء على التطفقات النقدية التي تدخل للهيئة أو الشركات المخاطبة بإحكام هذا القانون النهاردة مجلس النواب وافق على منحة صندوق السويدي الدولي هي منحة لا تحمل الدولة أي أعباء مادية بل أنها تساعد مصر في تعزيز مكانتها إقليميا كأنها تبقى مولد للطاقة إقليميا ورفع شبكة الكهرباء سواء في جميع المحافظات أو برضو الدول المجورة رئيس الجمهورية 2 لسنة 2022 هو متعلق باتفاقية زيادة منحة متعلقة بتجديد القاطرات داخل جمهورية مصر العربية حقيقة هو مهم جدا نظرا لأهمية التطوير اللي موجود في هيئة السكة الحديد واللي وجه بيها فخامة الرئيس قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقابول الدعوة المقامة من أحد أعضاء الجمعية العمومية بنقابة المهندسين وعقف تنفيذ قرار اللجنة العليا لانتخابات النقابة بإعلان القوائم النهائية واستبعاد أحمد عثمان أحمد عثمان من انتخابات نقابة المهندسين المقرر عقدوها الشهر المقبل وجاء في الدعوة أن اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين كانت قد أعلنت قائمة نهائية لمرشحين على منصب نقيب المهندسين وشملت القائمة اسم المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان لمنصب النقيب العام وحيث إن قابول ترشح عضو مجلس نواب أحمد عثمان أحمد كنقيب عام للمهندسين من قبل اللجنة العليا للانتخابات وإدراج اسمه في القوائم النهائية المرشحين على منصب النقيب العام إنما يعد خرقا للدستور ومخالفة القانون استقبلت المدير التنفيذي الأكاديمية الوطنية للتدريب راشا راغب محافظة كفر الشيخ جمال نور الدين ونائبه عمر البشبيش في إطار افتتاح البرنامج التدريبية الذي تقدمه الأكاديمية للعملين بمركز استدامة للتدريب والتطوير بمحافظة كفر الشيخ والذي يعد الذراع التدريبية للمحافظة وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المشترك بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ومحافظة كفر الشيخ في مجال الخدمات الاستشارية والتي كان آخرها الافتتاح المشترك لمركز استدامة للتدريب والتطوير في ديسمبر الماضي حيث تقوم الأكاديمية بمقتدى هذا التعاون بتقديم الخدمات الاستشارية لتدشين وإدارة مركز استدامة وفقا لأعلى المعايير العالمية في مجال التدريب هذا وقد أثنى محافظ قفر الشيخ على المحتوى التدريبي الذي تقدمه الأكاديمية الوطنية للتدريب كما طالب المتدربين في لقاء معهم أثناء الزيارة بالاستفادة من المحتوى المقدم للموضوعات المختلفة للبرنامج التدريبي أعلنت وزارة الصحة استقبال مليونين ومائة وثمانية وخمسين ألفا وستمائة وخمسين جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة فايزر مقدمة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق آلية كافاكس يأتي ذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لكورونا حفاظا على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة نشرت وزارة الموارد المائية والرية تقريرا يستعرض موقف الإجراءات التي اتخذتها للتعامل مع موجة الأمطار الغزيرة والسيولة التي تعرضت لها محافظات بين سويف والمينيا وجنوب سينا والبحر الأحمر خلال يومي الثامن عشر والتاسع عشر من فبراير الجاري وقد أظهر التقرير الدور الذي قامت به أعمال الحماية التي نفذتها الوزارة لحماية الأفراد والمنشآت من الأثار التدميرية لسيولة وكذلك نجاح جهود التحذير المبكر وصدر عن الوزارة في طلاق الآثار أو تلاف الآثار السلبية للأمطار الغزيرة وهو من خلال تخفيض مناسب المياه بالترع والمصارف بالوجه البحري وشمال الصعيد نظم مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج حلقة نقاشية عبر تطبيق زوم مع مجموعة من الشباب المصريين الدارسين بالخارج أبناء أجيلين الثاني والثالث وذلك للتعرف على جهود القطاع السياحي في مصر وخلال اللقاء أكدت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم أن مثل هذه اللقاءات تستهدف الاستماع للشباب من الدارسين بالخارج وعرض أفكارهم وآرائهم بالإضافة إلى استدامة التواصل معهم وتعرفهم بكافة الجهود والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض مصر قام السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بيلي بجولة سياحية في القاهرة الإسلامية حيث زار قبة الإمام الشفعي وفي تغريدة نعلى موقع تواثر أعرب السفير البريطاني بالقاهرة عن ساعدته بهذه الزيارة مؤكدا أنه مكان روحاني جدا ومثال على التصميم المعماري الرائع للقاهرة الإسلامية شهد ديوان عام محافظة كفر الشيخ تسليم طنين لحوم سقوك الإطعام لتوزيعها على ألفين أسرة أولى بالرعاية على مستوى المحافظة وأكد محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين أنه تم التشكيل لجان لتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية في إطار من الود والحب والاحترام والاهتمام الذي توليه الدولة بجميع مؤسساتها لهذه الأسر دشنت مبادرة حياة كريمة بالغربية أولى فعليات مبادرة التعليم حياة بمحافظة الغربية وذلك في مدرسة الشهيد الطلبة السايح في قرية نهطاية إحدى قرى مركز زفتة والذي يشهد أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة في مرحلتها الأولى هذا وقد تم إنشاء فصل التعليم الرقمي في أول مدرسة من المدارس التابعة لمؤسسة حياة كريمة حيث تهدف تلك المبادرة إلى توفير بنية تكنولوجية للمدارس وتزويدها أيضا بخدمة الإنترنت وأجهزة الكمبيوتر زي ما حياة كريمة بتهتم بالبنية التحتية وبتهتم بالحجر كمان حياة كريمة بتهتم بالعامل الإنساني والاجتماعي إحنا جينا النهاردة علشان ننفذ أولى فعليات مبادرة التعليم حياة عملنا فصل رقمي في مدرسة الشهيد طلبة السايح الهدف من الفصل التعليمي إن إحنا نقدر طلابنا يقدروا أن هما يدخلوا على المنصة التعليمية اللي هي تعليمي يقدروا يسجلوا عليها يقدروا أن هما يشوفوا البرامج التعليمية بتاعتهم كمان بالنسبة للمدارسين يقدروا يشوفوا الدورات التدريبية اللي ممكن يقدموا عليها أو المنح اللي ممكن يستفادوا به النهاردة حصل تغيير في كل حاجة تغيير في الأساس الطالب النهاردة بقى بيحزوا بصراحة يعني حاجة جميلة جدا إن الطالب بقعت مكان نظيف بقى فيه تركيز على الأسر ذات نفسها الأسر اللي هي الفقيرة والأسر اللي محتاجة طبعا دعم للدولة ما شاء الله فعلا حياة كريمة ما دخلتش البيوت بس تدخلت كل حاجة في الكرة وفعلا بلدنا حاسة النهطة هي تبقى قرية جميلة جدا تتواصل فعاليات القفلة الطبية لمبادرة الرئاسية حياة كريمة بوحدة صحة أسرة الحمروين التابعة لإدارة القصير اليوم الثاني على التوالي وقد قامت القافلة بتوقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 195 حالة بمختلف التخصصات الطبية على مدار يومين منها إجراء 31 فحصا معمليا و20 أشعة و27 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة وقد تم كذلك إجراء جميع الكشوفات والفحصات وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي كرة ومدن محافظة البحر الأحمر والآن مشاهدين الكرام نتحول معا إلى أخبار المال والأعمال والنشرة الاقتصادية الأخبار الاقتصادية مع أيا كافور إليك شكرا ميرفد شكرا أميمة والآن نتحول إلى جولتنا الاقتصادية محليا وعلا ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أرصدت الوداء المصرفية ارتفعت عام 2020-2021 لتصل إلى 5731 مليار و500 مليون جنيه بزيادة وصلت إلى 22.3% مقابل عام 2019-2020 وأوضح الجهاز أن وداء القطاع العائلي وقطاع الأعمال الخاص قد حققت أعلى نسب من إجمالي قيمة الوداء وأضاف الجهاز أن فائد السيولا لداء الجهاز المصرفي بلغ 2823 مليار و500 مليون جنيه عام 2020-2021 بزيادة وصلت إلى 13.7% عن العام السابق اختتمت فعاليات الاجتماع التحضيري على المستوى الوزاري للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة في دورتها الثلاثين والمنعقدة بالقاهرة شامل الاجتماع مباحثة ومشاورات وتبادل الرؤى بين الوزراء المعينين حول التفاقيات ووثائق التعاون المقترحة والأولويات خلال الفترة المقبلة كما استعرض رئيس وفدي الخبراء من الجانبين المصري والأردنية الاجتماعات التي تمت على مدار يومين بالقاهرة وما تم التوصل إليه من تفاهمات في إطار تعزيز الروابط المشتركة والتعاون في مختلف المجالات التقى الرئيس التفذي لهائة العمل الإثثمار والمناطق الحرة محمد عبدالوهاب مع وفد جمعية رجال الأعمال الأردنيين وخلال اللقاء أشار عبدالوهاب إلى جهود هيئة الإثثمار والحكومة لتحسين مناخ الإثثمار مستعرضا أهم الفرص الإثثمارية مع حل الاهتمام المشترك من خلال خريطة مصر الإثثمارية عقد وزير الزراعة السيد القصير عدة لقاءة ثنائية مع بعض المسؤولين والمستثمرين ورجال الأعمال بدولة الإمارات وكذلك رئيس الهيئة العربية للإثثمار والإنماء الزراعي وأمين عام جائزة خليفة الدولية للطمور وعلى همش مشاركته في المعرض الدولي إكسبو 2020 والذي تصدفه مدينة دبي في دورته الحالية أكد الوزير أن صادرة مصر الزراعية حاليا تتمتع بصمعة جيدة في كل الأسواق العالمية وعليها طلب متزايد من معظم الدول نظرا لجودتها العالية أنهت البورصة المصرية تعاملت جلسة اليوم بداية جلسة الإسبوع على ترجم جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعية للمتعاملين العرب والأجانب وسجل رأس المال السوقي مستوى 716 مليار وخمسمائة مليون جنيها وذلك وسط دولات بلغت نحو خمسة مليار جنيها أما على صعيد المؤشرات فترجع معشر إيجي إكثير سيليا وبنسبة 41 من المائة في المائة وأغلق عند 11371 نقطة أيضا انخفض معشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكسا غينتي بنسبة 51 من المائة في المائة وأغلق عند 1953 نقطة امتدت أيضا انخفاضات لإيجي إكس هندرد الأوسان طاقا وانخفض بنسبة 61 من المائة في المائة وأغلق عند 2941 نقطة من البورصة إلى أسواق العملات حيث تبانت أسعار العملات أمام الجريه المصرية ليسجل الدولار الأمريكي سعر الشراء وصل اليوم إلى 15 جنيها 65 قرشا وبالنسبة سعر البيع 15 جنيها 78 قرشا عن اليورو 17 جنيها 71 قرشا وبالنسبة سعر الشراء سعر البيع 17 جنيها 87 قرشا بالنسبة للجنيه الاستريني سعر الشراء 21 جنيها 26 قرشا سعر البيع 21 جنيها 45 قرشا نصل للعملات العربية ونبدأها من الدرهم الإماراتي الذي وصل سعر الشراء اليوم 4 جنيها 26 قرشا سعر البيع 4 جنيها 29 قرشا وأخيرا الريال السعودي وصل سعر الشراء اليوم إلى 4 جنيها 17 قرشا وسعر البيع 24 قرشا في منطقة الخليج أغلقت أغلب البورصات على انخفاض بعد أن مددت روسيا وبيلاروسيا تدريبات عسكرية إلى الشمال من أوكرينيا مما بدد أمال الغرب في أن تحل الجهود التبلوماسية الأزمة وانخفض المؤشر الرئيسي السعودي بنسبة 11 من المئة في المئة ليغلق عند مستوى 12 و 463 نقطة كما أغلق المؤشر العام ببورصة تعمال منخفضة بنسبة 71 من المئة في المئة ليغلق عند 2146 نقطة أظهرت بيانات الرسمية أن إنتاج السعودي من النفط الخام زاد بنحو 110 ألاف برميل يوميا على أساس شهرية في ديسمبر ليتجاوز 10 ملايين برميل يوميا ووفقا لأرقام الصادرة الشهرية التي قدمتها المملكة والدول الأخرى المصدرة للنفط فقد ارتفع إنتاج الخام السعودي في ديسمبر بواقع مليون و 40 ألف برميل يوميا عن مستوياته قبل عام أثناء ذروة جائحة باروس كورونا انتهت جولتنا الاقتصادية عضا مرة أخرى إلى عميمة تمام ميرفاة الميليك إليك شكرا لك آية كافوري وضعت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أربع مقاطعات بشمال فرنسا في حالة طوارئ بسبب عودة الرياح القوية المتوقعة وقد حضرت الهيئة من هبوب رياح تزيد سرعتها عن 100 كيلو متر في الساعة بسبب العاصفة يونس والتي اكتاحت تأمس شمال غرب أوروبا يذكر أن العاصفة يونس لم تتسبب في وقع حالات وفاة في فرنسا ولكنها أودت بحياة 16 شخصا على الأقل في كل من هولندا وفولندا وإنجلترا وألمانيا وبلجيكا وأيرلندا وأما الآن فمع أخبار الرياضة مرة أخرى الزميلة أيا كفر إليك أيا شكرا لكم والألمحالين وعالميين نتابع أخبار الرياضة فاز بيرامدس على بضيف زاناكو الزنبي بهدفين نظيفين في الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بهذا الفوز رفع بيرامدس رصيده إلى 6 نقاط في صدرات المجموعة بينما ظل زاناكو بل رصيد من النقاط في المركز الأخير وفي البطولة نفسها تغلب المصري البورسعيدي على ضيفه مزانبي الكونغولي بهدفين دون رد ضمن منافسة المجموعة الثالثة بهذا الفوز رفع المصري رصيده إلى 4 نقاط في صدرات المجموعة وبفارق نقطة عن مزانبي الذي يحتل المركز الثاني احتل المنتخب الوطني للكاراتي صدارة الدور العالمية المقام حاليا بمدينة الفجيرة الإماراتية وحصد منتخب الفراعنة 9 مدليات متنوعة بواقع ثلاث ميدليات ذهبية وثلاث ميدليات فضية ومثلهم برونزية إلى هنا تنتهي جولتنا الرياضية عودة لكم مرة أخر شكرا لك آية في احتفالية خاصة رحبت حديقة حيوان نيو أولاينز الأمريكية بصغير إنسان الغاب الصغير الذي ولد في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر الماضي تم تسميته رو وقد تم اختيار هذا الاسم بطريقة مميزة للغاية وذلك عبر بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وبمشاركة نحو عشرة ألاف شخص ولن مشاهدين مع درجات الحرارة والطقس إذن فهذه هي محطتنا الأخيرة مع آية كافوري إلىك آية شكرا لكم مجددا والآن نتابع حوال التقسي محليا وعالميا يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً لاثنين تقسم معتدلوا نهاراً على القهرة الكبرى والواجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفئ على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة على الأنحاء كافة يصل إلى حد السقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد وهذه درجات الحرارة المتوقعة على بعض الموضل المحافظات نبدأها من القاهرة العظمى 20 الصغر 10 الإسكندرية 21 مطروح 19 بورسعيد 21 والإسماعيلية 21 نذهب بعدها إلى السويس العظمى 21 الصغر 11 العريش 20 طبع 21 12 وشرم الشيخ 23 15 والغردقة 23 14 أيضاً الأقصر سجلت العظمى 25 والصغر 9 أسون 26 الوادي الجديد 24 28 24 21 وأخيراً حلايب العظمى 21 والصغر 13 أما مشاهدين عن درجات الحرارة المتوقعة غداً في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية نتابعها الآن ترجمة نانسي قنقر والآن مشاهدين نترككم مع أبرز لقطة لليوم ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر في نشرة التاسعة والآن نستعرض مع أهم العنوين الرئيس السيسي يؤكد وجود فرص لتوطين صناعة القطارات في مصر في ضوء استراتيجية الدولة لمد خطوط سكك حديدية بطول يتجاوز ألفين كيلومتر رئيس الوزراء يعقد اجتماع الاستعراض المسودة النهائية الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 20-50 تعزيزات عسكرية أمريكية تصل بولندا لتعزيز الجابهة الشرفية لحلف الناتو وروسيا تمد تدريباتها مع فلا روسيا إذن مشاهدين الكرام التاسعة انتهت ونتابع مع حضراتكم الآن برنامج التاسعة مستمر بفقراته مع الزميل يوسف الحسين نحن نتابع البرد القارس والله العظيم بزكى المرد بزكى المعاملين كله تمام بتتعامله زي مع البرد ده شدين حيلكم؟ أكيد أكيد إن شاء الله إحنا ندعو السيدات والسادة مشاهدين لمتابعة حلقة اليوم المتميزة للإعلام يوسف الحسين ربنا خليكم أشكركم مرة تانية ونستأذنكم نبدأ فقراتنا